يعني احنا يعني على طاري حل مجلس 2023 والحديث عنه وعن هذا المجلس مجلسكم مجلس 2023 والأسباب التي أدت إلى حل هذا المجلس يعني كلمة الأخ عبد الكريم الكندري البعض قال ليش ببراك وافق مع العنب عبد العزيز على شطب هذه الكلمة شنو مبرراتك نعم ابو حمد بالنهاية احنا قسمنا على الدستور واقسمنا على كل موادة وأنا اللي أشوفه أن ذات الأمير مصانا لا تمس وأعتقد يعني بعض الكلمات في هذا الخطاب تندرج تحت هذه المادة باعتقادك باعتقاد هذا الأمر مع احترامي لكل الأراء الأخرى لكن ابو حمد أنا ودي أتكلم بشكل أوسع وهذا رأيي أنا ترى يعني من زمان ترى أنا يعني عاصرت رحمة الله عليه الشيخ يابر الأحمد والشيخ صباح الأحمد والشيخ نواف الأحمد وحاليا الشيخ مشعل أنا أحس من المصلحة العامة أننا لا نتكلم عن الأمير وعندنا السقف عالي في موضوع محاسبة الحكومات بما فيهم رئيس الوزراء بل أعطاك الدستور أيضا كنت تجرح تجيح السياسي وإحنا ترى سوينا كل شيء في السابق داخل قاعة عبدالله السالم وأزحنا حكومات فاسدة وأزحنا يعني ناس متنفذين فاسدين وكانت لنا حقيقة صولات وجولات داخل قاعة عبدالله السالم من صعود المنصات من تسكير المغرفانات والأحداث اللي أنتو كلكم شفتوها وأنا أقول لك يا بعد بتكلم بصراحة أكبر بحمد بحمد حنا في بقعة من الأرض عندنا الانتماءات القبلية والطائفية والفئوية متى ما ضعفت مؤسسة الحكم هذه الانتماءات رح تطلع وباشر كل واحد يقول والله حنا أولى فأنا رأي من زمان أدم التعرض لمسند الإمارة لمصلحتنا كلنا تقويتهم من تقويتنا وتقويتنا من تقويتهم نعم إضعافهم من إضعافنا هذا صحيح وإضعافنا من إضعافهم فالشاهد يا أبو حمد هذا الأمر أنا سلك مشيت فيه وهذا أنا أقوله أقول لحنا بنهاية قدوة للآخرين هناك شباب يعني عندهم طبوح في الدخول في المجال السياسي والمحترك السياسي وأنا أقول لهم بالنهاية حنا قدوة لهم بالنهاية يشوفون كلامنا وطريقتنا وآرانا أتمنى أن مسد الإمارة ما يكون حقيقة محل نقاش نقاش فيه شيء الواحد يطلب مقابلة ويروح ترى مرات يعني أنت الأمير يساعدك أيضا في قضايا الفساد وأنا أقول لك ياها شخصيا أنا جربتها مع الشيخ مشال للأمانة يعني فيه أكثر من قضية فساد يعني رحت له وزرته وبيّنت له وكان يظهر الله خير إجراءه يعني طيب في هذا الشأن فأنا أتمنى أن يا أخي نخلي مسند الإمارة بصوب وانتعامل مع الحكومات الدستور عطانا ثقف عالي في هذا التعامل فنتمنى في هذا الأمر ومن هذا الباب كان هذا التصويت نعم